هذا وتواصل مصر بالتعاون مع قطر محاولات التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة قبيل حلول شهر رمضان وفيما توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن إعلان الهدنة بداية الأسبوع المقبل تقدمت فرنسا بمقترحين لبدء هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة أربعين يوما يتضمن وقفا كاملا لكافة العمليات العسكرية في قطاع غزة مع تواصل الجهود المصرية والقطرية للتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة قبيل شهر رمضان تدرس حركة حماس مقترحا فرنسيا لوقف مبدئي لمدة أربعين يوما للعمليات العسكرية في قطاع غزة وبنسبة عشر إلى واحد تقترح باريس تبادلا للأسرى الفلسطينيين مقابل المحتجزين الإسرائيليين وخاصة النساء والأطفال تحت تسعة عشر عاما وكبار السن مقترح باريس يشمل الالتزام بالسماح بدخول خمسمائة شاحنة مساعدات يوميا تحمل المواد الغذائية والإغاثية للنازحين فضلا عن توفير آلاف الخيام وإصلاح كامل للمخابز والمستشفيات بالقطاع أما عن عودة النازحين لشمال القطاع فيشير المقترح الفرنسي لعودة تدريجية باستثناء الذكور في سن الخدمة العسكرية المقترح الفرنسي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة هو الثاني لباريس حيث تقدمت بمقترح سابق لوقف إطلاق النار وكان يشمل ثلاث مراحل تشمل المرحلة الأولى الإفراج عن المدنيين مثل النساء والأطفال والمرضى والمرحلة الثانية تشمل وقف إطلاق النار مع إطلاق صراح كل المجندين والمجندات وأخيرا تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين لدى قوات الاحتلال في المرحلة الثالثة يأتي هذا في مقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل وفقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان بايدن حذر حليفته الأقرب من أنها تخاطر بخسارة الدعم من بقية العالم مع استمرار سقوط قتل من الفلسطينيين في لغة باتت معتادة مؤخرا في أروقة الإدارة الأمريكية مع استمرار آلة القتل الإسرائيلية ويكثف الوسطاء جهودهم لتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة لتجنب هجوم إسرائيلية في رفح التي يلوذ بها أكثر من مليون نازح مكدسين في جنوب القطاع الفلسطيني اشتركوا في القناة